اشتركوا في القناة الشعب المصري في وداع أحمد رفعت لاعب مودن الحقيقة اللي يمكن جات ظروف وفاته طبعاً ظروف استثنائية كلمت فيها الحقيقة أنا مش هتكلم في الموضوع مش حابب أكرر كلامي مرة تانية وبعيداً عن كل الأطراف الحقيقة يعني اللي بيتاجر بيتاجر واللي بيصفي حسابات بيصفي حسابات واللي بير كاب تريند بير كاب تريند مش قصتي خالص وأعتقد أن وزارة طبعاً دي تحاية جميل نادي الأهلي مبارح لكن أعيز أقف مع اللقطة دي يعني أنا هستثني كل أطراف المعادلة من قصة رفعت الله يرحمه وهتكلم عن الجمهور لأنه أتمنى أتمنى ما تكونش لحظة تعاطف في ظروف قاسية مرنا بيها كلنا وكلنا تأثرنا اللي ليه علاقة وارتبط بحمد رفعت أو حتى اللي ما يعرفوش وابني على اللقطات دي والقاطات دي شفت منها كتير جداً وشفت قبلها في مباراة الزمالك وأعتقد أن اللي رصدته عند الجمهور وإحساسه بالمرحلة اللي وصلنا لها والواقع السيء اللي بقينا بنمر به ومحتاجين الناس بأدفق شد الحاجة إنها تغيروا أعتقد أن احنا كلنا علينا أن احنا نستفيد من اللحظة دي إذا كان وفاة أحمد رفعت وأنا بقول طبعاً يعني خلص تعازي مرة تانية طبعاً لأسرته والأهل والدوية والمحبينه إذا كان وفاة أحمد رفعت كلنا تألمنا منها وكلنا اتصدمنا في لحظة من اللحظات بسبب رحيل المفاجئ وزي دي حوادث كتير جداً عدت علينا مش بس في ملاعب الكور موت الفجأة ده بيبقى ليه وقع مختلف شوية على البني آدم وخصوصاً لما يبقى شخصية عامة أو شخصية لها ناس كتير جداً بتحبها وبتحترمها حصل ده في أوقات كتير جداً بس مش عارف ليه بننسى والأيام بتاخدنا وبنرجع تاني لنلف في نفس الدائرة فإذا كان فيه يعني رغبة في أن احنا نطلع من القصة دي بحاجة مفيدة أعتقد هو الكلام على الجمهور لا الكلام ليه علاقة بأندية ولا مسؤولين في أندية ولا ربطة ولا اتحاد كورة ولا وزارة شباب ورياضة ولا أعلام رياضي ولا أي حد من دول كلامي موجه لجمهور كورة القدم المصرية القصة في الأول وفي الآخر مش مستهلة ظروفنا حياتنا محطنا إقلمنا كلها بنواجه فيها صعوبات كبيرة جداً وتحديات كل يوم بتبقى مساحة كورة القدم مساحة للترفيه عن النفس مساحة للمتعة مساحة للصراع المقنن مساحة الواحد يلاقي فيها النجم اللي بيحبه أو الفريق اللي بيشجعه مساحة إنك أنت تطور مستوى الرياضة في مصر بشكل ينعكس على منتخباتنا وعلى عالم مصر سواء على المستوى القري أو على المستوى العالمي أو على المستوى الأولمبي أكتر من كده ما يتهليش أن احنا يجب أن احنا نتخطى الحدود فكرة الصراع اللي بقى غالب بشكل كبير جداً ومأثر وداخل في كل تفاصيل تحديداً في كورة القدم يعني أعتقد أن القصة والحياة كلها ما بقتش لا مستحملة ولا مستهلة أتمنى أن القطاط دي تكون بتعكس رغبة حقيقية بكلم الجمهور مرة تانية بتعكس رغبة حقيقية في التغيير سواء مش بس في المدرجات كمان السوشال ميديا اللي بقت يعني بتهدم أكتر ما بتبني بتبعد أكتر ما بتقرب بتفرق أكتر ما بتجمع فأتمنى الحقيقة تبقى بداية حقيقية للتغيير وأعتقد أن الجمهور بتاعنا قادر يعمل ده جمهورنا في مصر اللي بيحب بلده واللي بيحب النادي بتاعه واللي بيحب نجومه قادر شجع نديك زي ما أنت عايز شجعه حب نديك وخلصه وانتميله وامشي وراه وليف وراه وما لكش دعب أي منافس ليك طول عمرنا الحقيقة يعني مش عارف مع يمكن عصر السوشال ميديا لما دخلت يمكن زادت حتة التوتر مع صورة الاتصالات والفضائيات والترندات واللايكات والشير والإنستجرام والتويتر والفيسبوك أكس يعني أكس تويتر يعني واليوتيوب والشانلز وحالة الجري وحالة المتابعة الثانية بثانية ولحظة بلحظة وخبر بخبر خلقت أو كبرت بشكل كبير جدا من حالة الصراع اللي للأسف الشديد جدا بشوفه دايما بينعكس أو أثره بتيجي بره الملعب أكتر منها جو الملعب لو كل المجهودات دي رايحة في حالة صراع في 90 دقيقة في مبارات كرة قدم أنا بيتهالي أن حالة دوري بتاعنا أو بطولتنا أو أنديتنا كان ممكن يكون في حتة تانية خالص على كل الأحوال كلامنا طبعا النهاردة مهم جدا النهاردة بالليل في مباراة هي الأفضل هي الأقوى من وجهة نظري على مستوى بطولة اليورو وكالطليق بأنها تكون نهائي جدا 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 لأن هم الحقيقة الفرقتين الأقوى الفرقتين الأفضل على مدار البطولة مش بحكم الأسماء لكن بحكم المستوى والأداء النهاردة إسبانيا في مواجهة فرنسا فرنسا في مواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي الفائز يتأهل للمباراة النهائية وينتظر بقى الفائز من المباراة بكرة إن شاء الله مواجهة تكون قوية برضو بس مش زي فرنسا وإسبانيا الحقيقة يعني أنا بشوف فرنسا وإسبانيا يعني لو كانت فينال كانت بقت في حتة تانية خالص لكن في النهاية هي جرعة أتوقع أنها تكون في منتهى القوة المباراة هتتلعب النهاردة في أليانز أرينا في ميونيخ بتوقيتنا هنا الساعة عشر مساء في القاهرة وبمباراة الدور قبل النهائي التانية هتكون بكرة إن شاء الله ما بين إنجلترا وهولندا عندنا كلام كتير على اليورو عندنا كلام كتير على السعادات منتخبنا الأوليمبي إن شاء الله وبدأت مشواره وما هو مرتبط طبعا بالتبعية بمباراة الأهلي وبرمزل هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة في استاد القاهرة منتظر يكون فيه تقم تحكيم أجنبي لم يتم الإعلان عن تفاصيله تم التواصل مع عدد من الاتحادات الأجنبية عشان توفير تقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة وده اللي يمكن هيبان في خلال الساعات المقبلة فبالتأكيد مطش الأهلي وبرمزل نهاردة راحة بكرة يرجع الأهلي يستعد لتمرين مرة تانية والتمرين الأساسي هيكون يوم الخميس قبل مواجهة بيرمزل الجمعة تفاصيل والأخبار معنا في سادسة لكن بعد الفاصل بعد عرض مميز للحقيقة قدموا لعبة النادي الأهلي مبارح بتقدر تقول بقى المجهود وأهم ما يحصل فيه إذا كنت تتكلم على المكاسب ودي واحدة الحقيقة من أهم مميزات متيجي تقايم مدير فني القصة مش بس مرتبطة بالبطولات والنتائج لكن فيه حاجات كتيرة جدا قدرته على دراس الخصم قدرته على المنافسة فيه أكتر من مستوى بيلعب بالذات في الأهلي يعني تلعب على المستوى عالمي تلعب على مستوى محلي تلعب على مستوى أفريقي قدرته على ودي واحدة من أهم الحاجات اللي يتماس فيها مارسل كولر قدرته على تجهيز كل العناصر لما تيجي تبص لسكواد النادي الأهلي في الأربع أو الخمس مطشاط اللي فاتوا صعب جدا أن تلاقي مباراتين ابتدى فيهم مارسل كولر بنفس التشكيل ورغم كده لم يتغير أو يتأثر مستوى أداء النادي الأهلي ولم يؤثر ذلك بشكل من الأشكال على قدرته على حسم نتاج المبارات صالحه في مرحلة صعبة جدا دقيقة جدا على أي مدير فني فكونك توصل أو تكمل سلسلة الفوز من بعد التوقف الأجندة الدولية وبعد مطشاط منتخب مصر لغاية النهاردة بدون تعادل وبدون خسارة نقطة واحدة ده مكسب تقدر تجهز سكواد النادي الأهلي كله حتى اللي رجع من إصابة يعني مبارح لما تبص على نجوم المباراة أنا بشوف طبعا وسام هو نجم الموسم من حيث المهاجمين يعني لما تيجي تشوف مهاجم الدوري الممتاز لعيف نص موسم يقدر ينسجم ويتحمل ويتعامل مع ضغوطات في نادي زي النادي الأهلي ويتقلق بالشكل كده في نص موسم لا تراهن عليه جدا 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 نطول واحد من أنجح صفقات النادي الأهلي في السنوات الأخيرة عمر كمال عبدالواحد في الفترة دي نجم أنا مش عايز صبعا يعني عشان ما يتقلش أن فيه لعيبة أفضل بس أنا بقولك عمر كمال رجع من فترة غياب وكان فيه إصابة فبالتالي الطبيعي أنه ياخد وقته أي لعيب ما بيرجعش فت مية في المية وده انطبق على لعيبة كتير جدا كريم فؤاد النهاردة أنت محدش بيتكلم أن فيه مشكلة عندك في الجابهة اليسرى بغياب علي معلول يعني بقينا مش حاسين ونتمنى طبعا علي إضافة كبيرة جدا ونجم كبير جدا ومكانته كبيرة عندنا قوي لكن حتى مع غياب علي معلول حاسس أنه الجابهة لشمال النهاردة في وجود كريم فؤاد دفاعيا وهجوميا الولد مقدم مستوى مميز جدا 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 بصرف النظر مين بيلعب قدامه كان عبدالقادر شغال كان الشحات شغال فأعتقد أنه ما كسب الألي في المرحلة دي مهمة جدا وخصوصا أنك أنت رايح لمطشن في منطقة الأهمية هو أنت طبعا عندك بيرامدز الجمعة بعدها في فيوتشر مودرن أو مودرن سبورت يعني ما بقاش في فيوتشر خلاص اسمه مودرن سبورت ثم يمكن يرجع فيوتشر محدش عارف لكن هتلعب مودرن بعد محطة بيرامدز عندك محطة مودرن بعد كده هتروح للكاس أعتقد عندنا الألمينيوم ثم ترجع تلعب يوم 22 تاني مع بيرامدز الجولتين دول العشر تيام دول في منتهى 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 الأهمية خلينا أقولك أنه رصيد بيرامدز النهاردة من 27 مباراة 68 نقطة يعني اللي مش متابع أرقام يعني رصيد بيرامدز لعب 27 مباراة رصيده 68 نقطة الأهلي لعب 23 مباراة رصيده 57 نقطة طيب باختصار شديد جدا الست الست نقاط دول ست نقاط اللي بين الأهلي وبيرامدز لو الأهلي قدر يحسمهم حسبيا يعمل فرق قد إيه مع بيرامدز يعمل فرق سبع نقاط بيرامدز هيكون مطبقيله كم مباراة هيكون مطبقيله خمس مباراة في الدول بيرامدز لعب 27 هيلعب اتنين مع الأهلي يوصل 29 يبقى فضله خمس مباراة ده مشوار المتبقي في عمر الدول بالتالي القصة بالنسبة لنا كأهلي إيه؟ القصة بالنسبة لي أننا ممكن أتمنى طبعا ده السيناريو الأفضل بالنسبة لأهلي أننا فنش البطولة دي بدري شوي أننا فنش البطولة دي بدري شوي بمعنى أننا أدي لعبتي راحة زيادة ممكن أسبوع أو عشر تيام قبل نهاية الموسم بشكل كبير دلوا استطاع النادي الأهلي ومبارس الكولر أنهم يحسموا مواجهتين بيرامدز لصالحهم في جميع الأحوال الكرف ملعبنا بمعنى أنه بقاء الوضع حسبيا بقاء الوضع أو بقاء الحالة على ما هو عليه يعني خليها نقول إيه لو خلصت المباراتين دول تعادل ده فنصحة الأهلي ده معنى إيه؟ معنى أنه الضغط أكتر على بيرامدز ده معنى أنه بيرامدز بينزل يلعب الجيم ده عشان يكسب الأهلي المكسب أو التعادل أنا مش بقوله نحن نبع التعادل بس أنا بقولك حسبيا وده يترجم في طريقة لعب أو تفكير الفرقتين في المبارات الأهلي بيلعب على مكسب ده ما فيش نقاش المطشين بالنسبة للأهلي حياء أو موت والستة بونت بتوع بيرامدز أهم من أي نقاط من فريق تالي خصوصا أنه لو أنت كملت المؤجلات بتاعتك بصرف النظر عن مواجهتك بيرامدز يبقى الفارق نقطة أنك عندك أربع مطشات متأجلة فبتالي لو لعبتهم واستمر الحال على ما هو عليه مكسب في كل محطة أو مباراة مؤجلة جولة مؤجلة ده معنات ناشر نقطة توصل لتسعة وستين تركب بيرامدز أو تركب جدول الترتيب فوق بيرامدز يعني بنقطة وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر مستوانة في آخر تلات مطشات أعتقد أنه مردي جدا لكل الجماهير ومطمئن بشكل كبير جدا وخصوصا أنه تقريبا تقريبا باستثناء بيرسي تاو اللي ممكن يكون برا الحسابات كل العناصر جاهزة بشكل كبير النهاردة راحة زي ما قلت لكم بكرة تمرينة إن شاء الله العودة للتمرينات مرة تانية ونتابع معاكم من بكرة بقى بكرة كل حلقة هتبقى الأهلي وبيريامدز إن شاء الله الأرقام والحسابات والتواريخ والحالة والمفاتيح اللعب النهاردة الأهلي الحقيقة عنده مفاتيح لعب حدث ولا حرج يعني من فترة طويلة قوي يعني الجونين بتوع والأهلي مبارح والحقيقة مش بس الجونين فيه كتير من الفرص والكورة اللي تلعب والجمل التكتكية اللي تلعبت فيه المباراة تقولك إنه اللعيبة نفسها فتح تاني يعني فيه مطشقات كياك وتتحس إنه اللعيبة عايزة تلاتة بنت ومش عايزة تتعب نفسها أو عايزة تلاتة بنت بأقل مجهود مبارح لا كوريتنا رجع تاني اللعيبة فائقة في الملعب فيه تفاهم فيه نسجام فيه تحركات حتى اللعيبة اللي تلعبش جنب بعضها كتير يعني لما تشوف الجونين التاني بتاع وسام والتحرك بتاع قطعت عمر كمال في نص الملعب وثرو باسل اللي تلعب وتحرك وسام العلامي الحقيقة والفينيش بتاعه لا فيه فيه كورة حلوة الأهلي بيقدمها الفترة دي ونتمنى إن شاء الله إنه الكيرف يفضل فيه حالة تصاعد كده طيب خلينا نروح مع حضراتكم أو طبعا على هامش طبعا دي الأهداف بتاعتك السلية يعني زي ينسى السلية ما نودمتش وواحد من نجوم الأهلي المتقلقة في الفترة الأخيرة رغم إنه السلية برضو تتكلم على فترة تبتعد للإصابة فترة طويلة جدا يعني يعني تتكلم على فترة طويلة جدا مش بس راجع للمستوى لكنه كمان فعال ويصنع الفارق وحاسم حدف الأول مبارح تزديدة إمام في لعب من طلع الجيش دخل السلية بصوا تمركز السلية فين هدف أكتر من رائع هدف بتاع وسام تاني الحقيقة اللي اتلغى برضو هي هاندبول فعلا شفتها دي طبعا تصويبت إمام عشور كان فيه جملة كمان رائعة جدا وان ثري كده حصل بين حسين الشحات وسام أبو علي وإمام عشور لو كانت ترجمت وكانت سهل أو تيجي جول لو كانت ترجمت الحقيقة ده طبعا القطع والاختراق والتوغل وثق في نفسه لعيب كرة محترم جدا عمر كمان وثرو باس وتحرك وسام وحطة المدافع في ظهره والزاوية زاوية التزديد أعتقد النهاردة بتتكلم على وسام أبو علي واحد من أفضل المهاجمين إن لم يكن أفضل من وجهة نظري على حساب أو قياس على نص موسم هاتلي مهاجم في الدوري المصري ممكن تحطه في مقارنة مع وسام أبو علي فواحد الحقيقة من مكسب الأهلي المهمة جدا في السيزون إجمالا وفي الفترة دي أعتقد أنه هيكون إن شاء الله بإذن الله ورقة من أوراق الحسم اللي يحسن بها الأهلي لقب بطولة الدوري بالمناسبة على هامش أنتوا عارفين طبعا أنه معسكر المنتخبين طبعا أنه معسكر المنتخب الأوليمبي بدأ بالفعل ومفترض أنه فيه لعيبة من الأهلي عندنا أحمد نبيل كوكا كريم دي بيس حمزة علاء من بيرامدز فيه إبراهيم عادل وفيه محمود صابر معرفش هل فيه حد تاني من بيرامدز لا بس خلينا نتفق أنه محمود صابر كده كده ما بيشاركش مع بيرامدز مش من اللعيبة الأساسية وكده كده المنتخب الأوليمبي مش هيبقى محتاجه فيه أول مباراتين هيلعبهم في الأوليمبياد عنده إيقاف بسبب طرده في مبارات المغرب فاينال أفريقي فبالتالي مش هشارك مع المنتخب في المباراتين هيلعبهم المنتخب في بداية مشهوره في الأوليمبياد لكن القصة على إبراهيم عادل إبراهيم عادل لعب أساسي لكنه واحد من اللعابين هنعمل كلم عن اللعيبة اللي تحت السن واللي نضمه لمعسكر المنتخب وطبعا إدارة بيرامدز شايفة أنه أو تقدمت بالفعل بطلب لأنه إبراهيم عادل يخرج من معسكر منتخب مصر الأوليمبي عشان يلعب مبارات الأهلي وبعد كده ينضم للبيعصة مرة تانية على نفقة بيرامدز يعني يسافر لأنه المنتخب يسافر يوم الأربع أعتقد أو الخميس أعتقد الأربع هيسافر لفرنسا هيعمل معسكر الأول في نونت وبعد كده هيلعب مباراتين وديتين مباراة مع أوكرانيا هيسافر بكرة هيسافر بكرة بالليل بالظلط بكرة تمرينة أخيرة للمنتخب في القاهرة وبعد كده طيارة خاصة هتقلهم إن شاء الله لفرنسا هيروح معسكر ويبدأ معسكر في فرنسا هيكون عنده مباراتين وديتين واحدة مع أوكرانيا واحدة مع العراء أعتقد أوكرانيا يوم 14 العراء يوم 17 وبعد كده يروح يسافر لبردو عشان يبدأ بقى مشواره الرسمي إن شاء الله أوله مبارات المنتخب هتكون يوم 24 فهل القصة كلها اتحاد الكرة ودها المين؟ ودها لروجيرو ميكالي المديل الفني للمنتخب الأولمبي هل يسمح روجيرو ميكالي بخروج إبراهيم عادل وإنه يلعب المباراة وإنه يسافر بعيدا عن بعثة المنتخب الوطني ده قرار ميكالي وإذا تطبق دع على إبراهيم عادل هل من الحق النادي الأهلي؟ أعتقد هكون من الحق النادي الأهلي أنه يطالب بالمثل لأنه تبتكلم على يعني إذا كان حمزة علاء ممكن وكريم الدبيس ما كانوش بيشاركه بشكل أساسي لكن كوكا مثلا كان واحد من أهم لعابة النادي الأهلي الموسم ده وفي كتير من المطشاط الكبيرة كان حاضر وكان رهان مارسل كولر عليه بشكل كبير فالفكرة إذا خرج الاثنين من المنتخب هل روجيرو ميكالي ممكن يوافع على ده من حيث المبدأ ده اللي هتصفر عنه الساعات القادمة قبل طبعا صفر لأنه لو سفروا خلاص لو سفروا مع بعثة المنتخب الأوليمبي بكرة أو روجيرو ميكالي قال لك لا أنا متمسك بيهم وبرنامج المنتخب ومطشاطه الودية اللي هلعبها في فرنسا مع أوكرانيا والعراق يبقى خلاص الاثنين بر حسابات الأهلي وبيراميس في مباراة الجمعة القادمة بمناسبة مشوارنا في الأولمبياد وده كان يعني واحد من الحاجات اللي حابة بتكلم فيها معاكم النهاردة المنتخب ده مظلوم إعلاميا مظلوم إعلاميا هو مظلوم على كل مستوية الحقيقة مش بس إعلاميا لكن في النهاية أنت بتكلم على مستقبل كرة في مصر وأنا بشوف أن فيه كتير من الولاد دول حتى في السن ده يعني مش هقولك السن على كسل عالم 26 لا بقولك حتى في سنهم ده نجوم كبار الحقيقة مع فرقهم منهم أحمد نبيل كوك منهم إبراهيم عادل منهم أسامة فيصل منهم مصطفى سعد ميسي منهم محمد شحات منهم محمود صابر منهم لعيبة كتير الحقيقة مش عايزة أنسى حد لكن فيه لعيبة كتير جدا كواليتي يعني نواية محترمة جدا لمنتخب مصر ويمكن حتى كابتن حسام حسن اتكلم في النقطة دي هو ضم قريدي قبل كده إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوك لكن فيه لعيبة كتير جدا تحت المنظر زي ما بيقولوا هيتباحهم كابتن حسام وممكن جدا أنت عندك مواسكر منتخب مصر في سبتمبر يعني بعد نهاية الأولمبياد تقريبا بشهر من يوم 2 لليوم 10 سبتمبر هيكون عندك بداية مشورة منتخب في تصفيات أمم إفريقيا وممكن جدا جدا تلاقي من الأسماء اللعيبة دي لو تقلقوا وقدموا مصرات كويسة جدا في أولمبياد باريس ممكن منهم أسماء كتيرة جدا تكون موجودة مع منتخبنا الأول منهم على سبيل المثال حقيقة يمكن كابتن حسام تكلم على مصطفى سعد ميسي تكلم على حسام عبد المجيد تكلم على محمد حمدي تكلم على مغربي تكلم على أشحات أسامة فيصل وبالإضافة طبعا زي ما قلتلكم لإبراهيم عادل وكوكا اللي ضموهم أساسا قبل كده كابتن حسام كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي وراهن على أنه كتير من العناصر دي إن شاء الله إذا كان كابتن حسام حسن مستمر في منصبه كمدير فني لمنتخبنا إن شاء الله حال تأهدنا لكس عالم أعتقد أنه منهم كتير قوي هيكونوا بيمثلوا قام أساسي لمنتخب مصر الأول عندنا الحقيقة كمان بمناسبة التحضيرات إحنا طبعا فيما يتعلق باللعبة فوق السن خلاص تم الاستقرار على زيزو والنني والاتنين انضموا للمعسكر بتاع المنتخب والحقيقة يعني المعسكر أجواءه كويسة جدا روجيرو ميكالي مدير فني بواحد طبعا مدرسة برازيلية لها كل التأدير والاحترام اتنين متمرس في فكرة الألعاب الأولمبية وحصل على ميداليا دهب قبل كده في ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيلي والأجواء مبشرة في حالة من حالات التفاؤل الود حالة إيجابية جواهة ومعسكر المنتخب النني وزيزو شاركو في التدريبات ودخلوا في الأجواء يتبطين لعابة كبار من حيث السن ومن حيث الخبرة وبالتالي نتمنى يكونوا إضافة ويندمجوا بشكل كبير مع لعابة منتخب مصر الأولمبي وإن شاء الله يقدموا لنا حاجة يعني باستثناء إسبانيا ما عندكش حد ممكن أوسباكستان بالمناسبة مش سهلة يعني يعني أي حد وصل الأولمبياد أكيد منتخب مش جاي من بعيد بس في النهاية مقارنة بإسبانيا بشوف أنه فرصنا في مواجهة أوسباكستان والدومينيكان أعتقد فرصة محترمة جدا أو قوية جدا أروح مع حضراتكم لليورو هقف مع اليورو في أكتر من نقطة الحقيقة الحقيقة يمكن إحنا النهاردة منتكلم على سامي فاينال أولا البطولة الحقيقة من بدايتها قوية جدا ومنتخبات كتيرة جدا حتى كان برا الحسابات قدمت مستويات محترمة بكلمك على منتخبات زي جورجيا زي النمسا زي السلوفاكيا زي توركيا لكن في النهاية احنا منتكلم على أربع منتخبات كبيرة وأربع مدارس وأربع شخصيات إلى حد كبير جدا مختلفة لما تبص على منتخب إنجلترا منتخب إسبانيا منتخب فرنسا ومنتخب هولندا هتلاقي أربع مدارس كروية مختلفة جدا النهاردة المواجهة الأهم والأصعب والأقوى يعني إنجلترا رغم أن عندها سكواد محترم جدا وهولندا رغم أن طول عمر مدرسة الكرة الهولندية ونجوم هولندا على مدار التاريخ نجوم كبيرة جدا لكن يمكن في البطولات الكبيرة باستثناء بطولة أمم أوروبا اللي حققوها سنة 88 وكسل عالم اللي حققوها قبل كده أعتقد مش متذكر سنة كام هولندا لكن أعتقد أنهم حققوا كسل عالم مع كرايف بس مش متذكر سنة كام لكن في البطولات الكبيرة دايما ومع أنه قدمت أجيال كتير جدا عظيمة لكن ما عندها شخصية البطل إنجلترا عندها النهاردة كتيبة محترمة جدا جدا من الأسماء والنجوم لكن على مستوى الإدارة الفنية تحفظات كبيرة جدا وانتقادات كبيرة رغم وصوله للدور قبل النهائي لساوث جيت ديلافوينتي في مواجد ديديشان الخبرة أعتقد ديديشان مدرب متمرس وبالمناسبة ديشان لو حصل على لقب بطولة اليورو مع فرنسا السنة دي هيبقى الرجل الوحيد في تاريخ كورت القدم اللي حصل على كسل عالم كلاعب كسل عالم كمدرب اليورو كلاعب واليورو كمدرب هيكون إنجاز سريخي جدا لديديديشان لكن هل يستطيع أنه يتخطى إسبانيا؟ أشك يعني صحيح فرنسا مدججة بالنجوم منتخب قوي جدا ديديشان واحد من موديل الفنين التقال اللي بيعرف كويس جدا إزا يتعامل مع البطولات والألقاب لكن منتخب إسبانيا تحت قيادة ديلافوينتي خصص صعب جدا جدا وعنيد جدا وهو من وجهة نظري المرشح الأول لللقب والبطولة ده اللي هنشوفه ونحاول نقرأ مع حضراتكم في تفاصيل مواجهة النهاردة بين إسبانيا وفرنسا مبارا لها تتلعب الساعة 10 بالليل إن شاء الله بتوقيتنا هنا في القاهرة أتمنى أنكم تستمتعوا بيها وعن الأهليو بيرميدز وعن منتخبنا الأوليمبي وعن اليورو هيكون كلامنا في السادسة مع ضيوفنا لكن بعد الفصل طيب خليني الأول مرة تانية يعني حبيب قبل ما أتكلم كورة أتكلم في الموضوع اللي طرحته عليكم مش بس كأهلوية يعني أتمنى أنه كلام يكون لكل جماهير الكورة في مصر والقصة على خلفية وفاة الراحل والمغفور له بإذن الله أحمد رفعت الحياة القصة اللي أثرت فينا كلنا كلنا تعطفنا يعرفوا اللي ما عرفوش اللي كان قريب منه أو اللي كان بعيد كلنا تأثرنا بالقصة دي وتحولت إلى شبه قضية رأي عام الناس كلها هي بتكلم فيها بس أنا ما يخصنيش في القصة كل أطراف المنظوم يعني سواء أخوة دوبالكو أنا بأكد مرة تانية في حدود ما أوتيح لي من معلومات من مصادر موثوق فيها بنسبة كبيرة جدا أنه الحقيقة اللي ظهرت للناس ما زالت غير كاملة وفي بعض الأوقات في حق بيراد به باطل وفي بعض الأوقات بتبقى القصة قصة تصفية حسابات أو على أقل لتأدير إخلاق مسؤولية القصة مش مشكلتي أو القصة مش عندي أو أنا مش سبب أو طرف أصيل في القضية لكن اللي يهمني أكتر هو جمهور الكورة اللي حسيت أنه في خلال الأيام الأخيرة دي فيه نوبة فوقان أتمنى أنها ما تكونش مجرد مرحلة مؤقتة فيه مواقف زي دي عدت علينا كتير قوي ومش بس في الكورة في الكورة وغير الكورة بيحصل نوبة فوقان وبعد كده مع الوقت بنرجع ننسى وترجع ريمة زي ما بيقولوا لعادتها القديمة زي تقدر تبني على دا وزي إحنا كلنا الحقيقة وأولنا أتمنى أنه زمالي في العلام الرياضي يشتغلوا في القصة دي زي نقدر نرجع على حالة الهدوء حالة طبيعية حالة التسود في أي مجال رياضي في أي مكان في العالم بعيدا عن الصراعات وعلى الأزمات وعلى الخلافات وعلى المشاكل اللي بقت شغلانا وبنتكلم فيها وبتاخد من وقتنا أكتر بكتير جدا ما بنتكلم في الكورة أو في الرياضة بشكل عالي أرحب بتجو في بداية عبدالقادر سعيد نورني النهاردة ومحمد مصطفى مساء الخير محمد مساء خيري عبدالقادر مساء الخير عليكم على كل سيد المشاهدين مساء خير عليكم 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 يعني طبعا يعني أنا قلت يمكن قبل ما انتم تشرفوني في الستوديو أن القصة بقى فيها تحيات وأن وزارة شباب الرياضة قالت أن في لجنة تقاصي حقائق هتدرس كل تفاصيل المرتبطة بها وفاة الراحل أحمد رفعت وأن نتاج تحياتي هتظهر بحد أخصى في خلال أسبوع بس بعيدا عن المشكلات والمسئوليات أنا عايز أعرف أنتوا حاسين إزاي الناس استقبلت الخصة دي وإزاي الناس اتأثرت بيها وإزاي ممكن إحنا كمان نبني على دافل اللي جاي عبدأ بعبدالقادرس محلين محمد تفضل عبدالقادرس طبعا الأول نتمنى لأحمد رفعت الرحمة والأهل والصبر والسلوان طبعا فاجعة مرت بها الكرة المصرية خلال الأيام اللي فاتت والحقيقة هو الفكرة نفسها أن شخص يعني تعرض إلى ظلم واضح والظلم ده زي ما احنا بنقول متلازمة تسبب لي في متلازمة القلب المقصور يعني عنده حزن عنده اكتئاب عنده جسمه من جوه كان بيتاكل من كتر الحزن مش قادر يعمله زي ما بيقول كده بالبلدي بيأكل في نفسه من اللي حصل فيه فاحنا دلوقتي وزارة رياضة مشكورة عملت لجنة للتحقيق لتقصى الحقائق وتعرف إيه اللي حصل مع أحمد رفعت مين اللي تسبب في ظلمه فيه استقالات حصلت ببارح فيه النهاردة فيه ناس زي ما انتا قلت أخلوا مسؤوليتهم وأخلوا طرفهم فيه ناس لسه مستخابيين فيه جزء كبير من الحقيقة لسه ما وضحتش للجمهور بشكل عام يمكن الجمهور يعني بدأ يشعر ببعض الارتياح يعني بنسبة ما بسبب الخطوات اللي احنا تكلمنا فيها دلوقتي بسبب ان بعض الناس بدأت تتكشف حقيقتها في الاعلام بعض الناس بدأ يتم المشاور عليهم بشكل واضح جدا من الجمهور ومن الاعلام ان هم كانوا سبب واضح في اللي حصل لأحمد رفعت وفيه حتة كمان ايجابية الناس بدأت تبص الحالات تانية اللي عايبين تانين في الدور المصري ممكن يحصل معهم يتكرر معهم الموقف ممكن يحصل مع لاعب مثلا يتعرض الانتقاد فيبتدي تأثر سلبيا فيبتدي يحصل له مشاكل نفسية حتى سيبك من قصة ان هو لقدر الله يتوفى ويحصل له مشكلة مرضية الفكرة انك تتعرض لضغط نفسي وازى نفسي ده في حد ذاته دي جريمة ودي المتسبب فيها بالنسبة لك هو مجرم في الاول وفي الاخر ده العالم كله بيعتبر انك تتعرض لازى نفسي ده شيء كبير وشيء خطير جدا فلازم احنا كجمهور كمان نخلي بالنا من الموضوع لازم نحافظ على نفسيات بعض اللعيبة كلهم دلوقتي يفتحين السوشيال ميديا ليل ونهار كلهم بيشوفوا كل التعليقات ممكن واحد يعني في اخر الدنيا في الصحراء بيكتب تعليق يشوفوا اهم نجم في مصر ويبتدي يتأثر بنفسين ويبتدي يتأثر على أسرته كمان أسرته كمان بتتفرج وأبنائه فالموضوع بيبقى ضغط نفسي كبير جدا جدا فأتمنت ان تكون قضية رفعت يعني شو علل اللي جاي انها تنور الطريق وده العزاك اللي في تعددت الأسباب والموت واحد يعني خلينا اتفق انه دي مش أول وقع تحصل في المرعب بيفتكر انه نبت الفوائد أثر الفجعة نفسها حصلت في أيام الله يرحمه مثلا محمد عبد الوهاب يعني مصر كلها اتخطفت وكأن الزمن توقف بينا حصلت زي ما محمد بيقول لي كانت في قصة طبعا أدام السلح دور حتى لو لم تؤدي إلى وفاة بس وكأنها بتاخدنا في لحظة خارج الزمن كده نقف ونتأمل انه القصة في الأول والآخر مجرد رياضة رياضة تخلقت عشان المتعة عشان الفرحة عشان البهجة فكرة انك انت تتحول المجال الرياضي لحالة من حالات الإصراع لدير بره الملعب اكتر ما هو دير جوه الملعب فكرة انك تحولها لأزمات لخلافات لمشاحنات فكرة ان الرياضة ممكن تكون واحد من أسباب الفتنة داخل المجتمع واحد دي حقيقة بقت موجودة الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا ممكن يكون ساهم فيها مسؤولين ممكن تكون ساهمت فيها سوشال ميديا مش عارفين مين بيحركها ممكن يكون اعتقد انه بغير قصد ساهم فيها أعلام رياضي بشكل أو آخر لكن انا حسس ان الجمهور مرة واحدة واقف مع نفسه قال ازاي ده بيحصل وازاي ده لازم يقف في البداية طبعا البقاء للقاف أحمد رفعت ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله والصبر والسروان وخلص عزاء لكل أسرة رياضة مصرية ومصر كلها زي ما تبتقول انه مفروض انه دي نوبة فوآن اتمنى ان النوبة فوآن دي مش مع اي يعني اي خطوة تيجي تروح مقاعنا تاني ونرجع لما كنا عليه اتمنى ان النوبة دي تستمر وانه الناس تخلي بالها كويس جدا من نفسيات اللعيبة وممكن برضو نستخلص دروس مستفادة من اللي حصل او الدرس مستفاد انه أنا كأندية لازم اصلح الجهاز الاداري بتاعي واختار الشخصيات المناسبة لإدارة النادي وبالتبعية طبعا لإدارة اتحاد الكرة والرابطة دي النقطة الاولى النقطة التانية انا كنادي لازم احافظ لما كل راجل اداري كويس هحافظ على نفسيات اللعيبة زي ما بحافظ على الامكانيات الفنية والبدنية لديهم وبجيب محل الأداء وبجيب شركات تحليل الأداء لازم برضو اشوف الجزء الخاص بالطبيب النفسي مثلا النادي الاهلي عنده دكتور محمد ده بالوفا بيشتغل على الجزئية دي بشكل كويس جدا ولازم ان كل الاندية تتخذ من الطبيب النفسي ده ده ليه دور مهم جدا داخل النادي النقطة التالتة او يكون فيه لجنة ثابتة بقى مش لجنة تقصي حقيقة بعد ما الفاجعة تحصل او مشكلة تحصل لا يكون فيه لجنة اللجنة دي وظيفتها ان هي بتسمع شكاوى اي لاعب لأي رياضة في مصر لان اكيد شكوت احمد رفع كان فيه منها شكاوى كتير جدا للعبين ولكن لم يتم النظر في شكواهم زي ما قلنا ادهمس الحضار مثلا هو مات في الملعب بعد 6 او 4 شهور من وقعة اريكسن بنفس القصة يعني برضو وقع فيه ضغط في القلب فاللي بيحصل الرجل بيقع ولكن عند اريكسن كان فيه سيارة اسعاف مجهزة وكان فيه امكانيات جاهزة ولكن عند هاتمس الحضار سيارة الاسعاف كانت غير مجهزة وهي غير تابعة لهيئة الاسعاف طب روح يسأل بقى هي تابعة شركة ايه ومن اللي دخلها تابعة للاتحاد ومن الشخصية اللي مسؤولة عن الشركة دي من وراء ومن تحت لتحت فلازم النهاردة كوزارة رياضة لا أسمع اللعيب أسمع من أصغر واحد لأكبر واحد واستقبل شكواهم وادرسها علشان أتجنب أي فاجعة أخرى في الرياضة المصرية صحيح يعني نتمنى بس أن احنا نتعلم من الدروس لأنه أوقات كتير جدا بيبقى صحيح الدروس قصية جدا وتمنها بيدفع غالي جدا لكن لما تطلع منها متعلم حاجة أو تطلع منها متغير لحاجة يعني أو لحال أفضل أعتقد ده في حد ذاته بيومكسب كبير أروح معكم لكورة مرة تانية يعني أنا دايما بقول الكورة لمتعة دايما ده شعرنا هنا في السادسة وما فيش متعة أحنا من اليورو بصراحة الفترة دي أعتقد أنه بنتكلم على بطولها هي الأقوى في 20-24 قدمت حقيقة يعني رغم أنها بالتزامن مع الكوبة لكن أعتقد أنه على مستوى المتعة كانت اليورو أفضل بكتير نهاردة عندنا مواجهة شايفها كانت جديرة بأنها تكون نهائي إسبانيا في مواجهة فرنسا سألت عبدالقادر قبل هوا إسبانيا أو فرنسا فأحتر كده فكر شوي كتير جدا قلت له إسبانيا قال لي لا بس فرنسا تجاو رأيك إيه في مواجهة النهاردة يعني هو طبعا ماتش زي ما كنا نتكلم ماتش 50-50 يعني صعب جدا يستحق يستحق حد فيه ونكون طرف في النهائي لكن في النهائي لو اخترت اتنين أحسن فرقتين في البطولة لازم تروح لفرنسا إسبانيا بشكل واضح جدا حتى يعني شوفنا المباراة اللي فاتت إسبانيا عملت ماتش تاريخي أمام منتخب ألمانيا وقدرت تكسب ألمانيا في ملعبها 2-1 يعني فكرتنا شوي بكاس العلم 2006 لما المنتخب الإيطالي برضو كسب ألمانيا في أرضها في السيمي فاينال بهدفين جيروس وديل بيرو اللي يكونتين يعني في تاريخ الكرة الإيطالية دلوقتي إسبانيا كمان يعني عملت تاريخ جديد في اليورو 20-24 وأعتقد لما تكسب فريق بحجم ألمانيا هو بيستضيف البطولة فأنت بيبقى عندك دفعة قوية جدا أنه خلاص يعني أنت مش هتشوف حد تاني كبير يقدر يوقف طريقك أو يقدر يوقف طريقك وبالتالي النهاردة الماتش صعب جدا خاصة كمان أن منتخب فرنسا عانى بشكل كبير جدا أمام المنتخب البرتغالي وفي الآخر تقالي يعني برقلات التاريخ اللي احنا منسميها رقلات الحظة عانى منتخب بورتغال محترم جدا بصراحة منتخب البرتغال محترم لكن يعني خلينا نتكلم في قصة كريستيانو أنا شايف أن كريستيانو كان عبق كبير جدا مع المنتخب البرتغالي شفنا الكرة اللي ضيعها في الإكس هو لازم يفهم أن فعلا نجي الوقت وجي الزمن اللي احنا نقول كده فيعني كفاية يعني أنت تقدر تلعب على مستوى الناية دا لست بيقول لك هلعب كأس العالم مع الشيء هو طبعا هو ده هدفه هو شخص يعني يعني من الناس اللي بتاكل النفسها هو مش هيقدر يقبل أن هو يخسر أنه ما يكسبش كأس العالم والناحية التانية ميسي كسبك خاصة أن في ناس كتير منها زلطة مثلا بعد ما ميسي يخد كأس العالم قال لك النقاش انتهى خلاص والمنافسة انتهت بعد اللي ميسي حصل وبقاش فيه جدال من الأحسن في التاريخ فهو رونالدو يعني عنده عمل حتى لو هيروح ومش هيلعب حتى لو هيروح ومس يروح يرفع الكأس في النهاية فهو أعتقد أن يعني بنسبة من وجه نظر يعني 100% رونالدو هيكمل 20-26 وهيبعنده فرصة أخيرة وإن كان اليورو الحالي يعني ورينا أن رونالدو بعيد قوي 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 على المنافسة على التوب ليفل على مستوى المنتخبات يمكن بيتقلق في الدور السعودي يمكن يتقلق مع أي نادي على المستوى المحلي لكن في مستوى المنتخبات والموشات النوك أوس والموشات القريبة لا الموضوع يبقى صعب جدا 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 على كريستيان رونالدو لكن في النهاية من وجه نظري لو جواو فليكس مثلا أو جوتا أو حد رجله في الملعب أكتر حد إيطاليا ملاقش علاقة وخارجانا من دور الستاشر بس أزمي جيب سريتها ويجيب سريت ماطشا إيطاليا وألمانيا بتاع 2006 بيبزني يعني أصلا هو بيشجع ألمانيا وإحنا عملين له عقدة كجمهور منتخب إيطاليا إيطاليا خارجة من دور الستاشر ومن رحمة ربين إحنا ما لعبناش ألمانيا إيطاليا لعبت ألمانيا في البطولة دي كاتخدت تربعة خمسة الحمد لله يعني عدد على خير أسمع رأيك ماطش النهاردة عشان عايز أسألك شو على تجربة أسبانيا بس توقعتك للنهاردة يا محمد ماطش صعب وبص أسبانيا لا خلاف إن هي أفضل فرقة موجودة في بطولة اليورو لحد الوقت غريبة بالنسبة لك يعني لو قلت لك قبل البطولة هقول لك كده حط على جنب مثلا بيدري رودري كارباخار ولا بورتو على فكرة لبورتو النهاردة لعب ضد وطن والأم لبورتو أساساً فرنساوي وكان بلعب في منتخبات فرنسا وقع صغير واختاروا دي 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 شانف أكتر من تجامع لكن ما لعبش مع دي 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 شانف أكتر في نلعب في أسبانيا لكن خلينا نقول لأربعة دول يعني مع أن بشوف أنه لبورتو لعب عادي مش سوبرستار كارباخار برضو يعني مش سوبرستار ما يشيلش فرقة يعني بس على أساس أنه ريال مدريد وبطل شامبينز فأقول لك العيب تقيل رودري أكيد طبعا هو أتقل عيب في منتخب أسبانيا التشكيلة دي الأسماء دي 90% من الناس ما كانوش يسمعوا عنهم أو يعرفوا أسماءهم قبل البطولة كن ممكن ترعن عليها أنها تقدم المستوى ده الأداء ده توصل مع منتخب أسبانيا أنها تبقى المرشحة الأول لتحقيق اللقب قبل البطولة قبل البطولة ممكن ترشح أسبانيا كاسم كبير أنا برشحة فرنسا ألمانيا برتغال لازم أسبانيا تتحط في 4-5 فرق كبيرة في أوروبا يعني بلجيكا وكرواتيا من الأول لا أداءهم من قبل البطولة قريدي أصلا ما كانش أقوى حاجة وفي دروب كبير قوي في الفرق ولكن أسبانيا طبيعيا لازم تحطها واحدة من الفرق الكبيرة في أوروبا ولكن أن الأداء يكون بالشكل ده هو ده اللي بالنسبة لنا كان مفاجئ هو ده اللي دي لفوينتي النهاردة بيعمله هو ده النهاردة أنت بتشوف نيكو ويليامس وبتشوف لمين يا مال بيقدوا بطولة حلو قوي حتى مراتة اللي النهاردة الناس أنت لو قلتلك هو بيلعفت لك ولا يفينتس هتنسى وعمال يتنقل ما بينهم في ديكين ورح النهاردة تجربة تلتأخيرا وخرج برعبات أتلكوا يفينتس والتنقل ما بينهم ولكن الفرقة كإجمالة لا فرقة قوية جدا فرقة بتلعب تيجي تاكا كرة على الأرض على طول إيجابيين على الجون دفعهم قوي جدا بيخلصوا مباريات بسكور فلا فرقة قوية جدا ولكن لما تيجي ببص النحاة الثانية فرنسا أدها مش مقنع صعدت لحد الوقت بجول واحد وجنين انجول وغير كده كسبانا بلينات فرقة أدها مش مقنع ولكن لما ببص على أسامي فردية شواميني كامافينجا جريزماند مبيلي كومان سيو هرنانديز أنا عم لا أقول أسامي كبيرة جدا وبتلعب في أكبر الفرق في أوروبا ولكن أظن أن رحلة دي دي شام انتهت مع متخب فرنسا إذا لم يفز اليوم دي شام ويتجاوز مباراة إسبانيا ويصل على المباراة النهائية فأظن أن رحلته سيكون انتهت مع المنتخب فرنسا ما هو صعب أو زي ما قال عبدالقادل اللي قدامنا على الشاشة دول ده تاريخ مواجهات المنتخبين منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا خلينا نشوف مع بعض الأرقام انتصار فرنسا 13 انتصار لإسبانيا 16 والهداف سبعة عدلات وسبعة عدلات الهداف في المجادة سبعة وثلاثين لفرنسا 64 لإسبانيا يعني التفوق شوية لإسبانيا تاريخيا ولكن النهاردة في الملعب صعب قوي أن أنت تقيل المباراة النهاردة يعني رغم فرنسا بطل عالم مرتين صح 98 زين الدين زيدان بالضبط ونسخة قبل الأخيرة ونسخة قبل الأخيرة بالضبط اللي هي نسخة روسيا لما كسبوا كرواتيا في الفاينال وفرنسا وأسبانيا مرة وحيدة اللي هي 2010 اللي هي 2010 نسخة هدف إيستا الشهير طبعا لكن الأرقام لصالح أسبانيا بفارقة كبيرة برده يعني أنا بشوف أنه حتى على مستوى الأهداف كانوا بتقريبا 4% زيادة لا لا تفوق كاسح تاريخيا لإسبانيا ولكن الكرة لا تعترف بالتاريخ ومنتخب فرنسا لا وكرة كمان غير عدلة غير عدلة يعني هي لا العدل ولا الإنصف كان عمره أبدا شعار كرة القدم وده اللي يمكن من خليها اللعبة الأكتر شعبية على مستوى العالم تفق أي مباراة بسكت أو فولي أو هانبول تقدر بنسبة كبيرة جدا تحس أن الفوارق بتحكم النتيجة تتوقع نتيجة مباراة قبل ما تبدأ لكن في كرة القدم كل شيء وارد أين كان اسم الفرقة تعتمد برضو على فوآن اللعيبة في اليوم ده يعني لميل يامال ونيكو ويليامز أصاد مبابيو على حسب اللي هيبدأ مثلا ديمبلي أو كومان أو جريزمان فأنت في حالة اللعيبة وفوآنها في المباراة النهاردة ممكن يخلي الكافة تميه ناحية منتخب على حساب الأخر على المستوى الفردي عبدالقادر هل نقدر نقول فيه نجم واضح للبطولة يعني نجم اليورو 24 فيه اسم واضح بالنسبالك لسه لحد دلوقتي مش لقيينه للأسف لسه لحد دلوقتي بنفتش عن مين اللي ممكن يبقى رقم واحد في البطولة مين اللي ممكن يبقى نجم البطولة وبالتالي احنا غالبا هنتجه لنجم الفريق اللي هيكسب البطولة يعني لو إسبانيا كسبت البطولة نقول رودري لو فرنسا كسبت البطولة تخيل حتى فرنسا نفسها صعب تطلع منهم واحد تقول ده أحسن لعب الفريق يمكن قبل البطولة كلنا هنقول كلام بابي لكن بابي في البطولة واضح أن هو متأثر يعني كان علي ضغوضات كبيرة قبل البطولة على الانتقال إلى ريال مدريد عانا شوية في الفترة احيلي مع بريس سان جيرمان الإصابة كمان وشفنا في امبورات البرتغال لما الكرة خبطت فوق الشو الرجل يعني وقع على الأرض وما كانش قادر يستحمل وبالتالي وبيلعب ههم متخوف متشكك عشان نقلة مدريد دي مش معدية من تحت درس ناس كتير طبعا نقلة مدريد والحوافز والمكافئات الرهيبة اللي كان بيخدها في بريس منهم سبعين مليون مكافئة ولاء وفي الآخر ماشي أصلا فكان يعني هو أكيد بقول لك هيا ملاش علاقة بالعد والانصاف طبع يعني لو جلت بص أصلا على خلي بالك أنا من الناس اللي شايفا كيلين مبابيو والكلام ده يمكن يداء جمهور ريال مدريد كله شايف أنه هو أوفر ريتد جدا هو الجيل ده كله أوفر ريتد حتى هالند حتى يعني مبابيو هالند اللي اثنين هما دلوقتي رونالد وميس المحروف هات أحسن عشرة مثلا في العالم دلوقتي يعني نختلف نتفع على ترتبهم وتعلى قرينهم مثلا بأحسن عشرة في بداية الألفية أو أحسن عشرة في التسانيات أو أحسن عشرة في التمانيات فيه جاب كبيرة جدا بين الجيل ده رغم أنه هو الأغلى والأعلى تصنيفا والأكثر سراءا والأرقام موراحت في حتة تانية لكن على مستوى الكورة لا طبعا فيه جيل يعني كان عندك زيدان ولويس فيجو ورونالدينيو ورونالدو نازاريو ورؤول جونزاليس ورؤول جونزاليس بوفون في حرس المرمى وطير جد لا كتير عد كتير في كل مركز هتلاقي هذا البيرو صحيح تطي بيركام بريس فييرا فأنتجي أقولك أفضل عشرة في العالم هتطلع عشرين ثلاثين اسم مش عارف ألتبهم وعايز أقولك الثلاثين اسم بأحسن من العشرة بتطلع الوقت أسل أي اسم فيهم صح حصل حاجة حصل ربكة في كورة القناة شكل كور اختلفت اللعب الجماعي الأناليس التفاصيل هاوي كل دي خلت من طبيعة اللعيب نفسها تختلف حتى أنه على فكرة ده بمناسبة واحدة من الأفكار اللي بتطرح في أوروبا طبعا الحاجات دي مش تطرح عندنا إننا بنتخانق بره ملعب إنما هم بيتكلموا على الأفكار جواه ملعب وبيتخانقوا على تصرحات جواه ملعب أنشلوتي مثلا بيقولك إن أنا بحط أفكار وبقفل الدفاعات كويس جدا ولكن في التلت الأخراني أنا بسيب الحرية للعيبة يعملوا اللي هم عايزين نفس الكلام مع أكتر ناجل سمان برضو تكلم على إن فكرة إن التاكتك في الكورة يجب أنه ما يزيدش عن 60 في 100 70 في 100 لإن أنا لازم أدي مساحة للإبداع في الملعب فكرة إن أنا بعمل اللعبة معاملة حتى محمد اللعب المبدأ يعني النهاردة مثلا لما أجي أشوف البرازيل أنا أشوف أن البرازيل هم الشعب الأكثر مهارة بالفطرة على مستوى العالم كله في كرة القدم هتقول لي فيه مهارة في الأرجنتين هقول لك وطلعوا أساطير طلعوا أساطير سيب نسبالي المادة الخام للمهارة هي البرازيل لما تيجي تشوف الجيل ده بتاع البرازيل نهاردة هتقول لي مثلا مين الألفة بتاعهم فينيسيوس فينيسيوس جونيور تعال قارنه بأسماء كتير جدا جدا لعيب كويس جدا ويمكن من أفضل لعيب على مستوى العالم النهاردة لما تيجي تقارنه بكواليتي البرازيل اللي تقدمت قبل كده يمكن يكون أقلوه لا ده روماريو فصل منه عشر اه أنا بقولك مش بس روماريو أنت بتتكلم على أجيال كتيرة جدا وأسماء كبيرة جدا جات في داروبينيو اللي ما كانش يعني بتهالي عنده كرة أحسن من فينيسيوس بص مثلا احنا النهاردة بنكلم عن النجم فرنسا والنجم اللي كان ماثار دجا وقلق في العالم كله كينيا مبابيه تعالقارنه مثلا بزين الدين زيدان مثلا يعني تعالقارنه برونالدينيو على مستوى المهارة تعالقارنه برونالدو نازاريو فيه فرق كبير جدا مجاب كبير جدا هولند او.. إيرلينغ هولند تعالقارنه بالمهاجمين اللي جنوا قبل كده ماركو فانباستن هيرنين كريسپو باتيستوتا فيه فرق كبيرة جدا على مستوى لإمكانيات والمهارة بقى معاك مليون في المية وذي أقولك أنه هي فكرة أن الكورة شكلها اختلف الكورة النهاردة بتعتمد بعمق جدا على التحليلات وتفاصيل اللعبة والباس والتحرك وحاجات شوية خلت مهارة ومساحة المهارة ومساحة الإبداع تقل في الكورة فعلى شكرا حتى اللعيبة الحريفة ممكن على فكرة أقولك على أسامي لعيبة تانية حريفة جدا بيلعبوا في أندية صغيرة ولكن ما يخدوش الفرصة في الفرق الكبير ليه لأنه هو في النهاية في حسابات أخرى خلينا أسألك بشكل تاني هل تعتقد مثلا أنه هي طبعا في عناصر المهارة مهمة جدا لكن مهمة معها القوة مهمة معها السرعة مهمة معها الفتنس أو اليقاء البدنية هل الحاجات دي أو العامل التانية دي بقت أهم عند صناعة كورة القدم أو صناعة كورة القدم سواء مندية أو مديرين فنيين أو محللين أداء من قصة المهارة بمعنى هكي لعيب سبيع دريبلر قوي في الالتحامات يقدر يديني تسعين دقيقة أو يديني سيزن كامل بنفس المستوى والقدرة البدنية ومش مهمة يبقى مهاري هي الكورة فعلا أنا نرتفع مع محمد أن وجه الكورة تغير يعني إحنا دلوقتي كاننا بنلعب بلاي ستيشن أو إكس بوكس معتمد على الصرحات معتمد على التسدادات القوية معتمد على الفيزيكا الأكتر من اللعيبة والدريبلنج مع السرعة مع التحكم في الكورة وهو بيجري وده اللي خلى من واحد زي كلا نبابي هو نجمل جيل تقريبا لأن عنده السرعة والدريبلنج والفينيش يعني برضو مش أحسن حاجة ولكن عنده الفينيش برضو قوي جدا ناحية التانية إيرلنج هلن تقريبا معندوش كورة بتجري بإيه؟ بإلوان ولا بأروان؟ لا بالأربي بالأربي يصنع عندي إكس بوكس مش بلايش لوال أروان أروان وهو اللعيب الأروان مرا واحد في العالم بالزبط يعني والأرطون إسه مش موجود بالمناسبة السرعات تعالوا نشوف كده يعني محضرنا لنا أحصائية لطيفة جدا عن أسرع عشر لعيبة في بطولة اليورو عشرين أربعة وعشرين والكل الحقيقة يمكن يعني ما احنا بنتكلم على كنيا مين أسرع عشر لعبين قبل ما سألكم على مين النبغة اللي تولد في اليورو احنا تكلمنا على أنه حتى الآن لم يظهر بطل ما فيش يمكن زي مع العبدالقادر إنجلترا يبقى برينجهام لو فازت يعني فرنسا يبقى مبابي إسبانيا يبقى رودري غولندا يمكن سيمونز مجاكبو مجاكبو هو واحد يقدم بطولة حلوة ممكن نشوف قائمة اللعبين الأسرع على مستوى اليورو فيهم وكر فيهم كومن أول اسم احنا بنتكفينا على أنه مبابي تاني اسم تتعقع يكون وكر صحبا جاكبو مصر لا جاكبو مش في القائمة ولا وكر في القائمة دي دي ترتيب الجنس دي قصة تانية لي علاقة بالكوبة طيب خلينا طيب نروح لفاصل تكون جهزة قائمة أسرع عشر لعبين ودي فرصة لعبدالقادر ومحمد يفكروا كده شوية في القائمة ونرجع نكمل كلام طبعا يعني مش بنتكلم هنا على أكثر مهارة بنتكلم على أكثر سرعة وهنا دي بتبقى قياسات مين عنده القدرة أنه يوصل لأعلى سرعة على مستوى مشاركاته مع خدوا بالكم طبعا الناس دي لو في نص الموسم كان ممكن تعدي الأرقام اللي انتوا هتشوفوها دي بكتير لكن هم نتكلم على لعبة مخلصة مخلصة دوريات خمسة كبرى دي قايمة العشرة الأسرع على مستوى مشاركتهم في اليورو فيران توريس ده انفجأ اوي فيران توريس طالعا كيليا نمبابي في الصدارة جايب يا عبدالقادر من عندك يعني مش اوي كيليا نمبابي ستة وتلاتين ونصف كيلو متر في الساعة ده طبعا أسرع لعبة في بطولة اليورو سأخبرك الرقم ده يعني فيه أعلى منه برى البطولة برى البطولة يعني كاي روكر تموصل تمانية وتلاتين كيلو اه لنحن نتكلم على بطولة اليورو تماما ما جابهمش وكر في البطولة يعني هو مع ساوز جيت وكر مكتف الكل وكر مع ساوز جيت غير وكر مع جوارديول طبعا اي لعب في الدنيا انا لو مع جوارديولا لعيب كبير فران طارس ستة وتلاتين كيلو في الساعة اه بانجم السيسكو مفاجئ انا انا كلمتوكم اللي بيتابعوا السادسة كلمنا على بانجم السيسكو ده قبل البطولة بكتير او قلتلكم ده واحد من اللجوم اللي هتسمعوا اسمها بشكل كبير كده في اوروبا مصطفى جايب بعد سيسكو الساني ساني جنح بعد مين اخوات ما انه ما بلعبش بشكل اساسي قوي يعني بس ولكن يعني لحد ما لما ظهر هوا لايب سريع جدا يعني بعد كده ميناليا الرقم هو في الروماني هو نفس خمسة وتلاتين السورة على الزبط زي ساني نفس المعدل يعني بعد كده سيه هرناندز واحد من افضل بكاتير في البطولة بمناسبة لحد الات سيه هرناندز خمسة وتلاتين اعتقدوا سبعة من عشرة اه خمسة وتلاتين فاصل سبعة من عشرة بعد كده السبعة من سويسرا ندوي هو خمسة وتلاتين فاصل ستة بعد كده فاندفين بتاع هولاندا خمسة وتلاتين فاصل ستة بعد كده هايلاند هدن ماركي طبعا مهاجم 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 بعد كده رفالياو واحد من اكتر اللعيب المظلومين في المنتخب هو ظلم نفسه بالدوري الإيطالي بتهيائي يعني رفالياو واحد من اللعيب وهو كفارتسكيليا وقسيمين اعتقد كانوا جادرين من هم يروحوا ل ترامير ليج او دوري اسباني اعتقد كانوا يظهروا بشكل افضل بكتير جدا من من ظهرهم في الدوري الإيطالي صحيح التلاتة بأداءهم متميز جدا في الدوري الإيطالي بكفارتسكيليا بالذات الأداء اللي عملوا مع منتخب جورجيا ده ده مبهر جدا اللعيبة بتاعة جورجيا فوات ملواك بتسلم له الكورة وتقول له تصرف انت يعني احنا مش عارفين نتعامل يعني ولكن اجمالا هي السرعات دي بمناسبة حنا عندنا العابة مصرين كمان عملوا السرعات دي بره يعني عمر مرموش كان عامل ريكورد برضو في الدوري الألماني الموسم اللي فات كان جايب أظن 36 أو 35 وكسور كيلو في الساعة ديفيز كان برضو باتلفت باري ميرك شفش انت عدرت ياسر ريان لا حضرت ياسر ريان حضرت ياسر ريان طبعا حضرت ياسر كان جايب معدي لاربعين ياسر ريان بيتكلم لحد النهاردة بيانه ناسر عبد محمد صلاح يعني في البيت بتاعه يعد محمد صلاح كسرعة يعني ايه كان سريع جدا من العابة اللي كان سريع وبرغم انه هو ما كانش يعني دريبلر بالكورة أو قوة جثمانية مثلا زي ووكر ولكن كان عنده مرونة في الجارية مش طبعية واحد من الأفضل للجناحات اللي جون في تاريخ مصر صحيح اجمالا اليو كان لقيت عليه عليه بس هو انه زي ما قال عبدالقادر انه رونالدو ربما ظالم العابة اللي حواليه واحد من أكتر لعابة اللي تظلمت في متخب برتغال بسبب رونالدو هو اليو لأن اليو دايما بيحب يقطم لجوه بيحب يخش لجوه ولكن كل ما يخش لجوه دايما بيصطدم وجود كريسيان ورونالدو فواحد من أكتر لعابة اللي تظلمت في بطولة رفى اليو هل البطولة شهدت ميلاد النجوم الجودادية عبدالقادر؟ هل في نجمة ولد في بطولة اليورو؟ يمكن في نجوم كانوا موجودين وعيدين لمعوا شوية في البطولة زي تشافي سيمونز زي داني أولمو لعب إسبانيا وكنت لسه بتكلم معاك من شوية أنه في أخبار ثلاثة النهاردة النمانشيشستر سيتي خلاص يعني بيخلص في الصفحة منتخب إسبانيا كله يعني هيبقى نجوم المركاتو السندي عدد كبير من لعب إسبانيا طبعا يعني هو أصبح سوق المنتخب الإسباني المفروض الأندية الكبيرة في أوروبا كلها تتسوق من المنتخب الإسباني ومن اليورو بشكل عام لكن يمكن داني أولمو تحديدا نظرا لصغر سن نظرا لأن بيب كورديولا بيدور على حد خليفة لكيفين دي بروين كان فيه كلام على جمال موسيالة كان فيه كلام على جمال موسيالة ولا من وجهة نظرك بالنسبة للمدرسة كورت السيتي أعتقد أن أولمو أفضل أولمو أفضل لبيب كورديولا وإن كان في النهاية عمرك ما تلاقي حد بديل لكيفين دي بروين لأن كيفين دي بروين ده من نوعية اللعبين اللي زي يعني مش حايز أقارنا أقوب ليونال ميسي بس هو موهبة كبيرة زي ما ليونال ميسي موهبة كبيرة مش هتلاقي حد هيجي يقولك ده يقدر يقوم بالأدوار اللي كان بيلعبها ليونال ميسي نحنا كنا لسه نتكلم من شوية إن الكرة تغيرت الكرة تغيرت شو ما فيش مواهب زي دي بس أقولك حاجة كل فترة بيظهر فيها النبغة بيقولوا النبغة يعني مش هيجي بعده يعني مش هيجي زيه بعد كده يعني مارادونا لما جيه بطة الكرة قال لك خلاص انتهى عصر مارادونا وانتهت كرة القدم ومش هنشوف مواهبة تانية زي مارادونا فجي نجوم كتير جدا صحيح ميسي وبالي نفس الحكاية وكرايف من قبلهم أنا مشوفتش بالي ومشوفتش كرايف حيث مارادونا كده في آخر لكن أقصد أقول كل زمن بييجي بنجوم أنا أتمنى بس أنه يعني نفسي وبتالي كل بيحبوا كرة يتفقف ده نفسي المهارة ترجع تاني يعني عارف طبعا أنت كنت بتستمتع في مصر مثلا في الكرة باللعيب الحريف يعني لعيب زي الخطيب زي تريكا زي حازم زي وليد صلاح زي حسام غالي ستر صابري زي محمد زيدان وليد صلاح وليد صلاح دي اللي بيحب الكرة بيحب يشوف الكواليتي ده في الملعب بصرف النظر المكسب حلو والبطولة حلوة كل حاجة حلوة بس الكرة أساسا يعني لو بتحب الكرة متعة طبعا المنتخب البرزيلي في وقت من الأبقاءات كان من كتر ما هو عنده تخمة في المهارات وفي النجوم في الملعب كان دينالسون بينزل آخر خمس زي يدلع الجمهور بينزل ياخد الكرة يعمل فيها استعراض ما أنا بقول لك هي فقرة استعراضية بيمتع فيها الجمهور اللي جاية فيها تذكرك إنه رايح مسرح يتفرجوا عن الرجل ده بيعمل ليه بالكرة وغير كده هو قابليها أصلا عنده في الملعب مين عنده في الملعب ده أنا هقول لك البكات يعني كافو وروبيرت كارلوس أصلا لوحدهم كوارس رونالديني وريفالدو بلاي ستيشن آه طبعا عشان تستفيد من السرعة بتاعت بس لأ ودلوقتي باك في الفيفا باكتئين 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 دلوقتي لا أول أنت بمناسبة برازيل يعني هتخدني لكوبة سريعا جدا أنا مش هتكلم في الكوبة معكم بس يعني البرازيل في حد ذاتها أنا مش قادر أحط نفس مكان جمهورها لأنه أنت طول الوقت مرشح أول أنت طول الوقت عندك منتخب يحلم به العالم كله ورغم كده خيبة أمل ورخيبة أمل ورخيبة أمل وأخرهم طبعا الخروج أمام أوروغوي وأنت عندك يعني يتكلم على رودريجو بتكلم على بينيسيوس بتكلم على لوكاس باكيتا بتكلم على بتكلم على لعيبة يعني يحلم بهم أي مدير فني بصراحة طبعا يعني هو المنتخب برازيل كسكواد سكواد قوي وسكواد كويس وكل حاجة بس ككورة اللي احنا اللي أي حد بيلعبها لكن كورة البرزيل نفسها مش هتلاقي حد زي ما كنت بقولك رونالدينيو مش هتلاقي ريفالدو مش هتلاقي رونالدو الظاهرة مش هتلاقي اللعيبين المهريين بشكل كبير اللي هم يقدروا يغيروا صورة البرزيل ويرجعوا صورة البرزيل القديمة وده اللي خلى رونالدينيو نفسه ينتقد المنتخب البرزيلي قبل بداية البطولة قال مش دي البرزيل لأنا عرفها وانا مش هشجعهم الكلام ده كله ففي النهاية المنتخب البرزيل فعلاً بيعاني. هيا مش فكرة مدرب. هيا فكرة. انه لديه اني يبطع البرازيل ما بقاش موجود دلوقتي اه في المنتخب الحالي. لكن نتمنى ان احنا نرجع ايه نشوف البرازيل تاني. اه. المنتخبات كبيرة بدأت اه يعني تندسر في الوقت الحالي منها البرازيل منها ايطاليا. فانتمنى ان احنا نرجع نشوفهم مرة اي. منزعلش ياعن. لأ نزعلش يعني. لأ يعني. ما ذكات البرازيل وايطاليا والمانيا بتخرج في نحن مصر منهم. نحن زيهم. نحن برضو من المنتخبات للأزر. نحن رفعون الناس دي بطريقة. تعالوا نسوف كده مقارنة لطيفة مجهزة. زمائلنا معنا فيما يتعلق بقائم المحترفين. سواء بالنسبة للمنتخب البرازيلي بما أن القواتين العظماتين في أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل. فتعالوا نعمل مقارنة كده بين عدد اللاعبين المحترفين في الدولات الخامسة الكبرى في البرازيل. ونفس الدوريات دي عدد اللاعبين من الأرجنتين. في الدور الإنجليزي 34 لعب برازيلي بيلعبوا فيه؟ الجنسية الأولى. الجنسية رقم واحد في اللاعبين محترفين في انجلترا. هم اللاعبين البرازيليين بحدد 34 محترف. يعني لو جاي لو أنت مدير فني في انجلترا. وقعيل تعمل منتخب البس من اللاعب في الدور الإنجليزي. عندك لعبة تسمح لك بأنك تعمل منتخب بلعب بس في مarntربيبيدительно. في مplicityز، اللاعبين ببرازيلية. الثاني حاجة لدوري الفرنسي. دوري الفرنسي 14 لعيب. هم في الرابع أكثر الجنسية في دوري الفرنسي. دوري الألماني سبع لعبين بس. هم بطبعهم شوية مش بيروحوا ألمانيا لعبت البرزيلي. هي ألمانيا أكثر تاكتك وقوة بدنية أكثر من المهارة. أكثر منها فنيات شوية. حتى تاريخيا ما تفتكرش لعب برزيلي قوي بس إسناء جوفاني ألبر وكان فيه لعيب وسط ملعب برضو زير بيرتو. كان برضو واحد من نجوم البرزيليين اللاعب في باري ميونخ. الدوري الإسباني بعد كده 12. وده رقم غريب على فكرة. أنا كنت متخالي أن الدوري الإسباني كان هيبقى هو اللي في الصدار عن الدوري الإنجليزي والفرنسي. هم تالت أكتر جنسية موجودة. وخلص حاجة هي الدوري الإيطالي. 11 لعيب فيه تالت أكتر جنسية موجودة في الدوري الإيطالي. طيب. هنا قبل من استعرض الأرقام الثانية. البرازيل بتتفوق على الأرجنتين في الإنجليزي والفرنسي والإسباني. أما الإيطالي والألماني فالتفوق فيهم لأرجنتين. وتعالوا انتبع مع عبدالقادر أرقام المحترفين الأرجنتينيين في الدوريات الخامسة الكبرى. ممكن هو إيطاليا دولة جاذبة أو دوري جاذبة للعبين الأرجنتينيين فيه لعبة كتير جنسوا حتى ولعبوا باسم المنتخب الإيطالي من الأرجنتين. يمكن ما رادونا هو اللي أخذ الشعلة من لعيدة الأرجنتين ورح بها إيطاليا. وقال لهم ده دي جنة كرة القدم وده المكان اللي ممكن تقدروا تقدموا نفسهم. ده كان انتخال أسطوري. طبعا. طبعا. مفتح الباب للعبين الأرجنتينيين كلهم. صفقة يعني هزت أركان العالم كله. طبعا. يعني دي اللي تلع له صفقة القرن فعلا إنها كمان نتيجتها كانت أنه هو جاب بطولة الدوري. طبعا. النهاردة الناس يعني لأسف أنه مرحش نابلي بس إيه. وما لغوا نابل عشرة بعد مرادونا يعني لغوا تي شيرت رقم عشرة ده أعتقد رجعوه ثاني بس يعني قاعد سنين طويلة تي شيرت رقم عشرة مش موجود بعد ارتزال مرادونا رحيله. طبعا دي فيبقى حاجة سيئة أنك تلاقي حد بيلبس رقم عشرة بعد مرادونا. دوري انجليزي بيلعب سبعتاشر لعب في الجنسية رقم سبعة الألماني بيلعب اتنين بس من أرجنتين ترتيب رقم خمسة وتلاتين على مستوى المحترفين الأجنف في البونس ليجا. دوري الفرنسي أربعة ترتيب رقم سبعتاشر أما الدوري الأسباني فهو أكتر عدد من المحترفين في دوري الأسباني 22 محترف أرجنتيني الجنسية رقم واحد. والدوري الإيطالي حتى إن كان عندهم عدد محترفين أكتر 26 لكنهم بيجي في الترتيب رقم 2. يمكن إسبانيا كمعشن اللغة لأنهم بيتكلموا إسبانيا الأرجنتين وبالتالي ما بيوجهوش مشاكل في التأقلم في التوري الإسباني. يعني إسبانيا أو إيطاليا هي دايما وجهة اللعبين الأرجنتينيين المتميزين وبرضو ميسي هو اللي فتح الطريق في إسبانيا. أتفهم معك بس على مستوى الأسماء والكواليتي. أسيبك من الأرقام شوية من الدوريات بس على مستوى الأرقام والأسماء والكواليتي بشوف إنه الجيل الحالي من منتخب البرازيل أفضل من على مستوى الأسماء الفردية أفضل من منتخب الأرجنتين. ومع ذلك الأرجنتين نكح على مستوى البطولات والألقاب. النهاردة وصل سامي فاين الكوبا واخدى حمل لقب بطولة سابقة حمل لقب كاس العالم والبرازيل على النقيد تماما مش قادرة تتأهل ولا توصل حتى لمبارنة هائية. السبب في ده إيه؟ ميسي طبعا يعني ميسي الواحد هو نفسه ميسي اللي كان بيصنع الفرق يعني مع كامل الاحترام. لحد كاس العالم 22 بس طبعا دلوقتي ميسي بأسوأ مستوياته. لكن اللي خلّى الأرجنتين يتكسب بكأس العالم 22.22 هو الأداء الأسطور اللي يون الميسي اللي سموها الرقصة الأخيرة أو الأداء الأخير أو يعني بيوضع بيها جمهور في بطولات كأس العالم. فأعتقد أن مهما كان القواليتي عند لعيبة البرازيل ما عندهمش حد زيه ليون الميسي. شفنا ليون الميسي الباص الأسطوري ليه في مبارات هولندا شفنا المراهوغات الأسطورية والأسيست في مبارات كرواتيا شفنا تقلقه في المبارات النهائية لكأس العالم. شفنا ليون الميسي الوجه الحقيقي لليون الميسي لكن ناحية تانية برازيل ما كانش عندها حد تقدر تعتمد عليه بشكل واضح فممكن لعيبي يصنع الفارق بس يكون معاك لعبين على الأقل جايدين مش أقولك متوسطين حتى مجموعة من اللعبين الجايدين والأرجنتين عندها برضو عناصر جايدة يمكن أبرزهم حتى ديبول في نص الملعب واللي ليه دور كبير جدا في مساعدة ليون الميسي في أنه ياخد حريته أكتر لما بيلعب في مركز عشرة أو مهاجم متأخر هو بيحمي ليون الميسي أو بيكون ظهر ليون الميسي في واصل الملعب ويغطي وراه وبيفتح له الطريق فالمنتخب الأرجنتين أعتقد أنه متفاوق بسبب ليون الميسي لكن زي ما قلنا على رونالدو انتهى للأسف كمان ميسي بينتهي خذ بالك من حاجة في ميسي أنه ميسي اللعيبة حسى قيمته قوي وكلهم دايما أنا هقولك حاجة بس قبل ما وهسيبك تتعبر عن رائعك بمتالح رائع ميسي في التوقيت الحالي لما حطه في ميزان في كاب ما يزعلوش مني عشاء ميسي لما حطه في كاف من حيث التأثير والجودة والكواليتي مع لعب زي فينيسيس كاف في فينيسيس أتقل بكتير جدا طبعا ومع ذلك لا فينيسيس ولا غير فينيسيس شفع للمنتخب البرازيلي في أنه حتى يوصل سمي فاينال كوبا أمريكا الأرجنتين عندها سر شوي يعني الأرجنتين قبل كده كان في كاس العالم بعيدة عن كاس عام 2014 وخسارة أمام ألمانيا 2018 لأ المنتخب كان عشوية جدا وكان فيه مشاكل اللي حصل بعد كده ورغبة اللعيبة في فوز ميسي وتتويجه بطولة كوبا أمريكا وبكاس العالم والتفاف اللعيبة حواليه وحالة الحب دي دي شوية ما بتشوفهاش أولئة الأفكور على عكس منها تمام على عكس منها كريسيان ورونالدو رونالدو النحية التانية لا ما بتحسش أنه فيه لعيبة حواليه والدنيا يعني اللعبة دايما في ظاهره سندينو عايزين نصنع لك فرص عايزينك تاخد كل الكرات في ناوة بياخد الكرات السابتة كلها عشان هو كريسيان ورونالدو في ناوة بياخد الشو عشان هو كريسيان ورونالدو ولكن الحالة اللي موجودة اللعبة اللي حواليه لا مش نفس الحالة اللي موجودة مع لعبت الأرجنتين معه اللي يوميسي عايزينك تكسب عايزينك تنجح إحنا كلنا إنجح وإحنا وراك فالحالة دي شوية مخلية الجو العام في المتخب الأرجنتين حالتنا حالة حالة غيرة صحيح حالة حب في مقابل حالة غيرة على كل أحوال دي توقعات عبدالقادر ومحمد لمطشاط النهاردة بكرة مين أقرب سريعاً إنجلترا ولا هولندا بص أنا نفس الفاينال ده إسبانيا و هولندا ويبقى نهاية كاس العالم 2010 برضو هيبقى نهاية شكله حلو لو هولندا خسل التاني قدام إسبانيا هتبقى صعبة وتقيلة كل شيء وارد كل شيء وارد لكن في النهاية هم أعتقد هيبقى تلات مباراة في منتغى القوة المتعن شو الله روح معكم للمباراة المنتظر بالنسبة للجمهور النادي الأهلي المباراة الأصعب والأهم على مستوى ما تبقى من الموسم الأهلي وبيرمتز واحد أخذ منكم تقييم طبعاً كل شيء وارد كل شيء وارد لكن في النهاية هم أعتقد هيبقى تلات مباراة في منتغى القوة المتعن شو الله أروح معكم للمباراة المنتظرة بالنسبة للجمهور النادي الأهلي المباراة الأصعب والأهم على مستوى ما تبقى من الموسم الأهلي وبيرامدز واحد أخذ منكم تقييم سريع عبدالقادر إزاي شفت الأهلي في محطاته الأخيرة وإزاي شفت مشوار الأهلي إجمالاً وأهم ما كاسبه قبل مواجهة بيرامدز من بعد فترة توقف الدولي الأخيرة في أوروبا تعلمنا من متابعتنا للكورا أن الفريق اللي عايز يكسب البطولة وحتى ده تصريح قاله بيب جورديولا في السنين اللي فاتت متكرر أنك لازم تكسب عدد متتالي من المطشاط بدون أي توقف وبدون أي نزيف من النقاط وده اللي عمله النادي الأهلي والنحية التانية بيعمله بيرامدز يعني بيرامدز عمل 14 مباراة فوز متتالي النادي الأهلي عمل 12 مباراة فوز متتالي فيه فارق مهم جدا ده تحت ضغط وده منتال أريحي طبعاً ده فارق جوهري على فكرة يعني بيرامدز كان بيلعب في فترة من فترات لوحدة في الطولة الدوري النادي الأهلي كان بعيد حتى زمالك كان بعيد عن المنافسة ما كانش فيه أي حاجة خلص بيرامدز بيجيله مطش في الثاني في الثالث لكن حتى دلوقتي لما النادي الأهلي ابتدى يرجع في المطشاط وابتدى الجاب ما بين عدد المطشاط مش أقولك عدد النقاط عدد المطشاط اللي بلعبها النادي الأهلي وعدد مطشاط بيرامدز إل برضو بيرامدز محافظ على مستوى برضو بيرامدز بيكسب بشكل يعني مواتشات أغلبها وان سايد جيم لصالح بيرامدز ناحية تانية بقى النادي الأهلي لا هي دي شخصية النادي الأهلي اللي بتظهر في الوقت ده وخد بالك انت النادي الأهلي ممكن يكرر المنافسة الأسطورية اللي بنشوفها في السنين الأخيرة ما بين سيتي وليفربول لأن النادي الأهلي لو كسب مواتشات المؤجلة يبقى الفرق نقطة واحدة فممكن كل اللي بيعمله بيرامدز يقدر يكسب مواتشات متتالية لحد نهاية الدوري باستثناء مواتشات الأهلي وبرضو في النهاية لاقي نفسه النادي الأهلي هو اللي بيطوق بالبطولة لأن زي ما بقولك الانتصارات المتتالية اللي بيحققها النادي الأهلي شوفنا مبرح مباراة طلاقة الجيش الحقيقة ده جيد من لعبة النادي الأهلي والنادي الأهلي ظهرت شخصيته أكتر كمان في الشرط التاني إمام عشور كالعادة يعني هو يعني مش عايز أقول النجم الأول للفريق ولكن أحد أبرز نجوم النادي الأهلي في الوقت الحالي ووسام أبو علي أثبت أنه ده المهاجم اللي النادي الأهلي كان بيدور عليه أخيرا النادي الأهلي بعنده مهاجم كبير مهاجم محترف والحمد لله أنه هو كمان مش مكلف النادي الأهلي مقعد لعب أجنبي لأنه طبعا يحمل جنسال في الصناعة وبيعمل معاملة اللعب المحلي في مصر فالنادي الأهلي وقد ضلته أخيرا في وسام أبو علي فما تستغربش لو لقيت النادي الأهلي مش بيدور قوي على مهاجم أجنبي بنفس القوة لا بس محتاج أنت مهاجم أجنبي للسنة الجاية مع ضغط المطشاط ومع عدد البطولات اللي هتخدها وعدد المباريات والتنافس موسم صعب جدا وشق جدا على كل عيبة في محتاج يبقى عندك يعني على الأقل تلاتة رأس حربة يعني شوف الأهلي محتاج مهاجم لازم جنب وسامة أبو علي وسامة أدرشي شيء الأهلي السيزنج جاية كل الواحد طبعا مطشاط المتثالية أكيد أنت محتاج حد تاني ولكن أنا لكن ده ما ينكرش أنه أنا متفي معك جدا في أنه الكواليتي اللي الأهلي كان بيدار عليها يعني هو من وجهة نظري مش هجيب حد يلعب أساسي على وسامة أبو علي أنا ديه من وجهة نظري ممكن نجيب حد تاني حد صغير أو لو جيت يعني ليه لا ما يبقاش نفس الكاتيجرية أو تروح للكاتيجرية طبعا لو تتكلم بقى على نجم كبير مثلا في الدوريات المش أقول لك يعني في أوروبا دوريات الخالجية الكبيرة في أسماء مهاجمين كان أغلبهم مطروحين على طاولة النادي الأهلي في الفترة أخير حتى لو على من وجهة أنهم عروب حتى لو بقى فيه نفسه يعني بين وسام وبين حد كواليتي نفس كواليتي وسام كده الاتنين يسخنوا بعض فاهم طبعا طبعا لأن خلي بالك تفرق كتير معهم هما شخصيا دلوقتي كمان كهرباء أصلا ده مش مركزه أن هو بيلعب مهاجم أنا نفسي كهرباء يرجع تاني يلعب جناح شماله هتشوف أداء عظيم زي اللي كان بيقدمه كهرباء طوال ما سيرته لكن هو كهرباء للأسف تزنق في حتة أنه هو بيلعب في مركز المهاجم بس مع النادي الأهلي لكن هو لا هو الراجل يقدر يلعب وينج أو المركز رقم 11 في النادي الأهلي يقدر يلعبه بشكل ممتاز جدا أنه يكون إضافة كبيرة ونادي الأهلي دايما بيبقى في الوينجات مش محتاج بقى ثلاثة واربعة محتاج ستة وسبعة لأنه أنت بتلعب بثلاثة منهم أو اثنين منهم في كل مباراة وعندك الأهلي داخل في 200 ماتش بقى في الموسم يعني عدد ماشات يعني من فاشت عدها فبالتالي أنت محتاج كل ماتش بنشوف كلها دلوقتي كل ماتش بيغير بيغير في خط الأمان بتحديدا واحدة من الأهم المميزاته بصراحة يعني كموديل فن مهاجية قائمة لازم أددله في دي عشر على عشر خد بالك نفس القائمة دي كانت مع مديرين فنين تانين بس ما كانوش كلهم بيبقوا فت أو لما بتحتاجهم بتلاقيهم بيقدموا لك أنت لسه بقول إنه العشر ماتشات دول لو عدت رجعتهم وبسيت على سكواد الأهلي فيهم أو التشكيل اللي بيختاروا كولور للبداية في كل مباراة مش هتلاقي مباراة شبهة تانية انكلمنا على ده آخر مرة لما حتى سألتني عن إنه ومع ذلك معلش محمد يعني بتحس إنه فيه انسجام بتحس إنه اللعيبة مرتاحة في الملعب بتحس إنه الفريق كله جماعين وفردين فرش ووقف على رجليه ما تحسش إن اللعيب البقيد لما بيجي بيحتاج وقت عشان يندمج بخش سلية راجع من كسر الدنيا عمر كمان راجع من إصابة مقدم مستوىات كويسة جد صحيح وأنا باتفق مع عبدالقادر في جزئية وإنه بيبقى مهم جدا في الفرقة الكبيرة وإذا بنشوفه حتى في أوروبا أن في المركز الواحد بيكون فيه لعيب نجم وبعد كده بيكون فيه رقم اثنين ورقم تلاتة عشان تحفز على الاستقرار داخل أوتليبس ولكن الموسم الجاي للنادل أهلي هو زي الموسم اللي فات للنادل أهلي الموسم الجاي هو موسم صعب جدا في ظل أن أنت بتاخد الانتر كونتنينتل وهتخد آخر موسم كأس العلم للأندية بنظامه الجديد بتاخد دوري هتكمل كأس الموسم ده هتلعب كأس الموسم الجديد السوبر الربط لسه مش محدد موقفك دوري أبطال دوري أبطال أفريقيا الدور الأفريقي في كلام على عودته مرة تانية ومطش السوبر لا ده مش كلام ده الدوري راجع راجع ولكن بأي صيغة وبأي شكل دي اللي التفاصيل اللي مش نفس الشكل بتاع الموسم اللي فات ولا بشكل مختلف هل العدد هيزيت هتزود مطشات أكتر يعني لو إحنا حسبنا أصلا الحزب اللي في العدد المباريات أفريقيا بالزبط وهتقوم في قطر أصد العين فبالتالي انت عدد أصلا مباريات دي لو جيت إستها ويقارنتها بمرة بقى شيء بشيء آه أفتكر في تصفيات كاس عالم في أمم أفريقيا أمم أفريقيا طبعا انت عندك أربع مطشات في التصفيات أمم أفريقيا وعندك مطشين تصفيات كاس عالم ست مطشات بتاستة توقفات وإحسام حسن مدير فان المتاخب بيطلب برضو فترة علشان يشوف اللعيبة فبيطلب فترة توقف قبلها بأسبوع الموسم الجاي هو موسم كارسي إذا لم يتدخل تدخل الرابط والتحاد الكرة ويتكلمه ويعود مع بعض على طربيزة واحدة ومفكر بالعقل الموسم الجاي هو استمرار للموسم الساقق كارسي بالنسبة للكرة المصرية طبعا لأنه النهاردة لما لعيب دولي في النادي الأهلي لو فرضا هو بيرعب في أساسي في المنتخب وأساسي مع النادي الأهلي وبتحتاج واحد زعب منها مثلا أنت بتحتاجه أساسي على طول دايما في كل المباراة واحد من أهم أعمدة النادي الأهلي في الدفاع لو خد كل المباراة هيخد فيما يتجاوز السبعين المباراة في الموسم وده غير عقلاني مع كمان أنت ما عملتش فترة تحضرية كويسة أنت مش عارف تبدأ الموسمة جاي إمتى فشوية الفكرة بتاع فكرة أن يبقى فيه نجم واحد في المركز لا هي فكرة مش صائبة مع الضغط الغريب اللي بتعرض لي النادي الأهلي في المباراة كولر طبعا لا خلاف على أنه بيدير مباراة سابقة بشكل ممتاز جدا على قد الإمكانيات على قد إمكانيات المنافس أنا هلعب بالأوراق المتاحة اللي عندي وأخذ تلت نقط وبالعكس كمان أنت بتعمل سكور في بعض المباراة زي مباراة مباراة طلاقة الجيش الأخيرة أنا أتمنى أن يستمر بنفس النهج مباراة بيرمت أين كانت نتيجتها ما تأثرش على فكرة تدوير اللاعبين لأن إحنا النهاردة بيفرز لنا عدد كتير من اللعيب النهاردة بياخدوا فرصة لأوا مرة معنات الأهلي وبتشوف منهم أداء ممتاز جدا بيثبتوا أنهما يقدروا يكملوا موسمة جاي معنات الأهلي ماتش حاسم ومؤثر جدا إزاي بيفكر فيه الفرقتين الأهلي ضاغط بيطارد بيضايق الفوارق فايق بخواة ضربة يمكن مش بس من ناحية أنه هو أقوى هجوم في البطولة لكن كمان من حيث تنوع المفاتيح والحلول تتكلم على العدد كبير جدا من اللعيبها في مقدمتهم طبعا وسام الأجهز والقرب وهو هدف النادي الأهلي حاليا في مواجهة بيرميدز المتمسك بحظوظه ويمكن تكون حسبيا على الورق الضغوط عليه أكتر يا عبدالقادر طبعا هو يعني من حسن حظ النادي الأهلي أن الأمور مازالت في إيديه بعيدا عن فرق النقطة اللي ممكن يحققه النادي الأهلي لما يكسب كل المباريات المؤجلة فهو عنده ماتشين مع بيرميدز فعشر تيام أربع نقطة بس من الماتشين دول يتوجه النادي الأهلي بشكل شبه رسمي قبل نهاية البطولة سواء بعتقلص في تمانية أو تسواء تقلص في تسعة سواء تقلص في عشرة فالنادي الأهلي أربع نقاط بس من الماتشين دول يقدروا يخلصوا البطولة لصالح النادي الأهلي ممكن ماتش كمان الجمعة اللي جاية هو الماتش الأهم في الموسم من وجهة نظر لأن النادي الأهلي لو كسب المباراة دي فهو الفرق يعني منطقيا أو حسبيا إذا تساوي الفرقين في عدد المباريات يبقى أربع نقاط وبيرامدز مش هيدايع نقاط ماشي النادي الأهلي كمان مش هيدايع نقاط ماشي فلو فضلنا ماشيين زي ما احنا كده ولسه في ماتش تاني ما بين الفرقتين فالتعادل بس فيه خلاص نادي الأهلي مبروك بطولة الدوري الممتازة دايما كانوا بيقولوا أنه يعني مباراة القمة اللي كانت دايما متعودين في الأغلب بتبقى أهلي وزمالك في بعض المواسم كده بتبقى أهلي واسماعيل يعني تلاقي مباراة القمة بتاعت السيزن أو مباراة البطولة بتاعت السيزن أهلي واسماعيل زي 2001 زي 2009 لكن في العموم بقت مباراة القمة اللي كانت أهلي وزمالك بقت النهاردة تقريبا يعني أهلي وبيرامدز صح أو غلط هذه المباراة اللي هتحسب اللقب بيقولوا دايما على مطشط القمة ما لاش علاقة بالحالة الفنية ما لاش علاقة بالترتيب في الجدول ما لاش علاقة بالمستوى اللعلي هل ده ينتبق على أهلي وبيرامدز والبيرامدز في مباراة حسم على لقب دوي وهي مباراة حسمة يقدر يكون عنده الخبرة أو الفكرة أنه يقدر يتعامل معنا دي بحجم الأهلي في مباراة زي دي بيرامدز تحسن كتير جدا السناتي برغم أنه ممكن يكونوا الاسكواد أقل قوة من اسكواد سنة الفات ولا لقبلها وفقط عدد من اللاعبين ولكن المدير الفاني كوش بتاحهم الكرواتي ماشي بشكل كواس جدا وقدر أنه يدور المباراة بشكل كواس جدا بيفوز بنتائج مريحة في بعض الأوقات بتشوف برضو بعض المشوش الجديدة براهيم عادل هيطلع من المتخب الاليومبيو هيشارك معهم في المباراة بيرامدز طلب الموضوع رسمي طلب رسمي لكن البيعسة اللي هتسافر بكرة مفروض بس نفهاش براهيم عادل وبرامدز هيتكفل بمصاريف صفر إبراهيم عادل إلى باريس يعني روجيرو ميكالي وافق أفهم ميكالي روجيرو لأنه الاتحاد زق الملف على ميكالي معنا كلامك أنه ميكالي وافق على خروج إبراهيم عادل من معسكر المتخب الأوليمبي عشان يشارك في مباراة الأهل يوم الجمع صحيح وده الاتفاق اللي تم في الأول مع بيرامدز أنه سيب اللعيبة وأنا هبقى سيب لك اللعيبة يطلع ممكن أن يخده مباراة والستة تحمل نفقات صفر دايما معلومة اللي عندها لحد النهاردة وبالتالي إبراهيم عادل هيخد المباراة عنده بعض اللعبين جايدين خاصة في وسط الملعب بشوف أن وسط ملعب بيرامدز من أقوى الخطوط في البطولة الدوري بلادي توري الرجل المغربي موجود معه مهند لاشين والدي الكارتي المغربي مهند لاشين فبالتالي عنده لعيبة وسط ملعب جايدين ولكن المباراة الكبرى دايما بتحديك شخصية هل اللعيبة دي مع الخبرات اللي اتخذت السنين اللي فاتت من شركات الإفريقية أو في بطولة الدوري هل اللعيبة دي هيكون من عندها من الخبرة ومش يكون عليها ضغط في أن دي مباراة حاسمة وخسارتها تعني خسارة بطولة الدوري هادر يتعامل معها ولا لأ ده لنشوف يوم الجمعة إرايتي أنا للموقف لأ هما لعيبة جايدين جدا وعندهم من الشخصية والدوافع أن هما يحاولوا أن هما يفوزوا بالمباراة دي لأن الفوز بيها ممكن جدا يقربهم من التتويق بطولة الدوري خرجت أسماء كتيرة من أنا هارجع لموقف بس المنتخب الأوليمبي بس في آخر الحلقة عندي تعليق بسيط كده لجماهير كرة في مصر مفاتيح خرجت أسماء كتيرة ومؤثرة من بيرامدز عبدالقادر هل شايف أنه مفاتيح اللعب أو طريقة لعب المدير الفني الجديد أو بيرامدز اللي هيقواجه الأهل يوم الجمعة أصبحت تعتمد على الشغل الجماعية أكتر النواحي الجماعية أكتر منها الفردية ولا مازال هناك في مفاتيح لعب ومعينة هي مصدر خطورة في بيرامدز طبعا في إبراهيم عادل في فيتسون مايلي هما أعتقد أهم مفتاحين في فريق بيرامدز مصطفى فتحي مصطفى فتحي طبعا لا هو فريق الحقيقة عنده عناصر مميزة جدا لكن لو جيت كارنت على مستوى الأسماء على المستوى الفردي لعب لعب مركز مركز هتلاقي تفوق للنادي الأهلي حتى على مستوى الخبرات على مستوى خبرات حتى المدير الفني على مستوى خبرات المنافسة في بطولة الدوري لأن أنت ممكن تقدر تحقق سلسلة انتصارات في بطولة الدوري لكن تيجي عند المطشات الكبيرة مطشات القيمة تلاقي نفسك مش قادر يكون عندك الشخصية أن أنت تقدر تسدى أن تقدر تكسب النادي الأهلي مطشين في عشر تيام وتاخد منه البطولة الاول مرة في التاريخ ودي حاجة يعني مش دايما بتحصل او نادرا ما بتحصل مع النادي الاهلي لكن انا اعتقد ان شخصية النادي الاهلي هي اللي تقدر تحسم المطشين دول مع ان الكورة طبعا فيها كل حاجة والبيراميدز عنده العناصر اللي تقدر تخليه من وجهة نظر هتبقى مفاجئة لو قدر يكسب النادي الاهلي لان كل المطشفة من الاهلي والبيراميدز اللي يحتاج النادي الاهلي يكسبها بشكل مصيري النادي الاهلي يكسبها محمد مصطفى عبدالقادل سعيد بشكركم شكراً جزيلاً استمتعت بكم وأتمنى أن الناس تكون استمتعت بحلقة النهاردة شكراً لأوجودكم معنا شكراً جزيلاً وختاماً بس أنا بفتكر وزميلي الحقيقة بيفكروني وإنها حاجة ما تتنسيش تباين المواقف بين أوقات كتير جداً يسمح فيها للاعيب فرق طبعاً الاتحاد الكرة وميكالي مطلق الحرية أنا مش منحق إن أنا حاسبه لكن همنيكلم عن خروج لعب من معسكر في استعداد الأولمبياد على إيه؟ على بطولة الدولي مازال في عمرها مستمر حوالي سبع أو تمن أسابيع في الوقت اللي الأهلي ممكن يكون بيسافر فيه عشان يشارك فيه كاس عالم للأندية هي البطولة الأهم البطولة الأكبر على مستوى مشاركات الأندية المصرية منذ بدأت لو بدأت نشاط كرة القضب في مصر حتى يومنا هذا بدون لعيبته الدوليين أو خروج لعيبة فرق وأندية تانية عشان تشارك حتى فيه أدوار تمهدية لبطولة أفريقيا من معسكرات المنتخب الأول لكن لما الأهلي يطالب بإراحة تعبية أو عدم مشاركتهم في مباريات ودية للمنتخب الوطني بيبقى جرم وعدم انتماء لمنتخب مصر أو تفضيل مصلحة النادي الأهلي على مصلحة المنتخب الوطني إسها وعائلها وحكم أنت بنفسك شكرا لكم على وجودكم معنا شكرا لكم على المتابعة كل التحقيق نتقابل بكرة في حلقة جديدة من السادسة شكرا لكم على المتابعة